ازدادت حدة المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مع انسحاب أحد المرشحين المحافظين من السباق وهو رئيس البرمان السابق غلام علي حداد عادل بينما تم الاتفاق على تعيين حسن روحاني كمرشح وحيد للإصلاحيين في الانتخابات مع انسحاب محمد عارف من المنافسة تدخل المنافسة بين مرشح انتخابات الرئاسة في إيران من اليوم مرحلة جديدة مع الإعلان عن انسحاب اثنين من المرشحين من السباق الرئاسي أول المنسحبين هو المرشح المحافظ ورئيس البرمان السابق غلام علي حداد عادل الذي أعلن انسحابه من المنافسة من خلال بيان أصدره مشيرا إلى أنه سيوفر الأرضية لفوز المحافظين في الانتخابات تجنبا لتشتت الأصوات وتقام الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل بمشاركة أكثر من خمسين مليون مواطن يحق لهم التصويت وكان حداد عادل قد شكل تحالفا مع المرشحين وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي وعمدت طهران محمد باق القلباف إلا أن قلباف وولايتي أكد استمرارهما في المنافسة ويحظى ولايتي بحظوظ قوية جدا في الانتخابات نظرا للدعم الذي يحظى به من قبل أغلب أعضاء مجمع المدرسين في الحوزة العلمية في قم وقلباف أيضا له حظوظ كبيرة نظرا لأدائه المتميز في منصب عمدة طهران وفي أروقة الإصلاحيين توصلت الشخصيات المهمة في الجبهة الإصلاحية إلى اتفاق لانسحاب المرشح محمد رضا عارف من المنافسة لصالح حسن روحاني وبذلك سيشارك الإصلاحيين في الانتخابات بمرشح واحد تجنبا لتشتت الأصوات الأمر الذي سبب قلقا في جبهة المحافظين نظرا للمواقف المتباينة بين مرشح التيار المحافظ المستمرين في المنافسة وهم ولايتي وقلباف ومحسن رضائي وسعيد جليلي وأكد الإصلاحي البارز غلام حسين كربسجي أن اللجنة الخاصة التي قام زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي بتشكيلها قد انتخبت في اجتماع لها بمشاركة خاتمي حسن روحاني كمرشح وحيد في الانتخابات ويؤكد الإصلاحيون على المشاركة في الانتخابات بمرشح واحد حتى يتجنبوا تشتت أصواتهم كما حدث في انتخابات 2005 الأمر الذي أدى إلى فوز محمود أحمدين جاد